في رده على تحذير الاتحاد الاوروبي لطهران من عدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف الموقف الاوروبي معتبرا ان الاوروبيين هم الذين لم ينفذوا التزاماتهم بمجب الاتفاق المبرم مع بلاده عام 2015 واسأل ضريف ساخرا على تويتر عن التزام واحد اوفى به الاوروبيون خلال الاشهر الثمانية عشر الاخيرة معنا الان من لندن للنقاش هذا الموضوع الخبير في الشؤون الايرانية باباك اماميان سيد اماميان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار السيد محمد جواد ضريف يسخر من الاوروبيين الذين ينتقدون انسحاب ايران تدريجيا من التزاماتها ويقول انتم لم تنفذوا اي التزام طيلة هذه الفترة الماضية وبالتالي ايران غير مجبرة على الوفاء بهذه الالتزامات ما رأيك في ذلك؟ اعتقد ان هذا شيئا معيبا من ضريف وهذا تصريح غير صادق لان ضريف يعرف كيف تعمل المؤسسات الاوروبية والحكومات الاوروبية لديها استقلالية في سيادتها والشركات كذلك لديها استقلاليتها ولذلك هذه الحكومات لا يمكن ان تملي على الشركات الاوروبية ما تفعله والشركات الاوروبية مترددة ومتلكئة في التجارة مع ايران لان معظم هذه الشركات تتعامل تجاريا مع امريكا ولذلك لان تفضل ايران على امريكا ضريف يعرف هذا وذلك منذ وقت طويل ويعرف ان هذا لا ينفع ولكن هو يقدم وعودا خاطئة لشعب الايراني بانهم سيستفيدون من اوروبا من اجل كسب الوقت الى ان تحين الانتخابات الامريكية 2020 اليوم الموقف الاوروبي كان لافتا يعني عادة ان تعودنا ان ينتقد الاوروبيون عدم التزام ايران او انسحاب ايران التدريجي من التزاماتها اليوم كان هناك بيان صدر عن فدريكا موغيريني من الاتحاد الاوروبي وايضا بريطانيا وفرنسا والمانيا وهي دول موقعة على هذا الاتفاق البيان يقول على ايران الالتزام بتعهداتها وإلا واجهة اجراءات قد تشمل عقوبات هل برأيك يمكن للأوروبيين ان يعيدوا فرض عقوبات على ايران في هذه المرحلة البعض يقول هذا تلقائيا سيعني انهيار الاتفاق اول شيء هو ان جميع الاوروبيين يريدون ابقاء الاتفاق النووي الذي وقع في 2015 يريدون ابقاء وجود هذا الاتفاق حتى يفاودوا عليها واذا كان هذا الاتفاق سينهار فانه لن يكون هناك اي مرجع لتفاود عليها ولذلك الطرفان يريدان ابقاء هذا الاتفاق وبالنسبة لمن يخرق هذا الاتفاق هذا سجال اخر والعقوبات ستتخذ نقاشا طويلا ايضا من كل الاطراف لكن الجميع يريدون ان يبقوا هذا الاتفاق على ما هو عليها وحتى مع انسحاب دونالد ترامب من هذا الاتفاق يبقى هذا الاتفاق مرجعيا على التفاود الان هناك تهديد ايراني اخر من الانسحاب من التزام اخر في شهر يناير القادم بعد تقريبا شهرين سيكون هذا خامس تخفيض للالتزامات الايرانية اذا بالفعل حدث ذلك ما الذي يعنيه ذلك الى متى برأيك ستقف اوروبا متفرجة على انسحاب ايران شيئا فشيئا من هذا الاتفاق اولا هذا يظهر ان العقوبات الامريكية تجدي نفعا وانها تجعل ايران تصل الى حالة يأس ليس لديها اية اموال لتدفعها لموظفيها الحكوميين وهي تريد ان تبيع ثق على الاقل 500 الف برميل نفط في اليوم لتدفع اجور موظفيها الحكوميين والرئيس رحاني نفسه قال ذلك اقر به لذلك العقوبات تجدي نفعا وايران تحاول ان تجعل نفسها تبدو وكأنها في حالة جيدة وفي الواقع ايران في اقتصادها اصبحت ضعيفة جدا لا تبيع النفط ولا تتجر في اية بضائع وليس هناك استثمارات اجنبية في ايران وليس هناك بنوك تقرد ايران اية اموال لذلك الاقتصاد الايراني لم يعد في حالة جيدة وهناك امكانية بان تحدث حرب وعندما تحدث حرب فان لا احد سيخسر من المسؤولين الايرانيين هذا ما يعتقدونها والاقتصاد الايراني اصبح ضعيفا اكثر فاكثر هناك امكانية اذا هجم انه لن يكترث احد بشأنه شكرا جزيلا لك باباك اماميان الخبير في الشؤون الايرانية كان معنا مباشرة من لندن